طقوس احتفال الطلبة باليوم المئة قبل الباكالوريا تثير جدلا واسعا بدلات كلاسيكية سيارات ليموزين وصهرات في أفخم المطاعم أولياء التلاميذ يصفون الاحتفالات بالمهزلة والأئمة يحذرون أثارت صور وفيديوهات تلاميذ الثانويات المقبلين على اجتياز امتحان الباكالوريا الحدث أثناء خروجهم في احتفالات فخمة مرتدين البذلات الكلاسيكية والثياب الأعراس والصهرات بالنسبة للبنات سخط أولياء التلاميذ والأساتذة ورجال الدين الذين دقوا ناقوس الخطر محذرين من البدع الغربية التي تفتك بعقول الشباب تكررت مشاهد الاحتفالات التي أقدم على خوضها تلاميذ ثانوية بيكارت ورويسو خلال الأعوام الماضية لتعود هذه السنة وتشمل عدد كبير من ثانويات الوطن حيث خرج تلاميذ ثانويات الأحياء الراقية الهاي كلاس في العاصمة نهاية الأسبوع الماضي يرتدون ثياب الصهرات ويركبون سيارات فارهة كالليموزين ليحتفلوا بمئة يوم تفصلهم عن موعد امتحان الباكالوريا وذلك بتنظيم رحلات والخروج إلى المطاعم والصهر وإن كانت هذه الاحتفالات مستوحات من فرنسا عندما كان الجنود يحتفلون بقاء مئة يوم على تسريحهم من الخدمة العسكرية إلا أنها لقيت رواج كبيرة في وسط تلاميذ ثانوية معلننا أنه آخر يوم لهم في التمتع والتجول والصهر على الفيسبوك وبعده يدخلون في عزلة تامة ويتفرغون للمراجعة والإعداد للشهادة في الوقت الذي استنكرها تلاميذ آخر وأوليائهم معتبرين أن الحصول على شهادة الباكالوريا يأتي أولا وهناك وقت طويل للاحتفال من جهته استنكر بشدة بنزينة علي رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ هذه الظاهرة والتي تفشت في المجتمع الجزائري منذ خمسة سنوات تقريبا والمقتصرة على ثانويات معينات تنافيا مع عادات وتقاليد مجتمعنا ودعا متحدث المجتمع المدني بجميع أطيافه والمختصين لدراسة هذه الحالة والسعي لإيجاد حلول لها كما طالب بنزينة وزارة التربية الوطنية التدخل العاجل لإنهاء هذه المهزلة وأرجع رئيس منظمة أولياء التلاميذ هذه الاحتفالات الداخلية إلى حالة الفراغ الراهب المسيطرة على التلاميذ والتي تدفعهم للتفكير في مثل هذه الأمور كما دعاهم للتفكير في الباكالوريا وإرجاء الاحتفالات لما بعد النتائج في حين حذرت دعية وإمام مسجد فرجي والشيخ نسيم بوعافيا من مغبة الإنسياقي في هذه الاحتفالات الداخلة عن مجتمعنا واتباع الكفار وأكد الشيخ في اتصال للشروق أن هذه الاحتفالات لا تجوز شرعا لما فيها من مخالفات شرعية من تشبه بالكفار واختلاط بين النساء والرجال فهي على حد قول الشيخ مدعاة لارتكاب الفواحش كما أن اللهو إذا تحدد بزمن معين يتحول إلى عقيدة وهو الأمر ذاته بالنسبة لهذه الاحتفالات لارتباطه بعدد معين واختياره من رقم 100 وتكرر الاحتفال به كل سنة وخصه بطقوس معينة اشتركوا في القناة